اشتركوا في القناة هنلاعب مع بعض علعاب تانية جديدة وزي ما بدأنا الحلقة اللي فاتت بدأنا وقلنا انه عندنا اول حاجة بنقابل لسنينج وبعد كده كمان سؤال لسنينج في اللعب اللي عندنا النهاردة عندنا بنختار من 3 اجابات بيكون عندنا سنتنس سواء ممكن تكون سنتنس عادية جملة عادية وبنختار من 3 اجابات ونشوف ايه الاجابة الصحيحة اللي بتديني ايه الكلمة اللي بتكملي الجملة دي عشان تبقى ميننجفول ده تمعنا او ايه الكلمة اللي بتكونلي او بتكملي السؤال عشان يكون ميننجفول برضو ومظبوط خلينا نشوف كده مع بعض number one on the screen we have a truthy correct a word or words ممكن يكون عندي كلمة او اتنين انا بختارهم ممكن يكون في الاختيارات نفسها كلمتين مش كلمة واحدة وبعد كده نشوف number one معنا number one بتقول another has a feather cough rash she is very hot طبعا لازم حبيبي my super heroes ابطالي لازم نقرأ كويس كده من اولها الاخيرها قبل ما نختار لانه انا لو قريت جزء من الجملة ممكن تلخبطني وما تدينيش المعنى على بعضه وتخليني يعني it's ambiguous كده وصعب علي ان انا نختار فنقرأ مع بعض من الجملة من اولها الاخيرها ونشوف المينيج بتاعها ايه فهنا بنقول nada has nada عندها a feather or cough or rash طبعا انا لو وقفت الحد هنا كل التلات اجابات مظبوطين ممكن اقول nada has a feather عندها حمى او درجة حرارتها مرتفعة او سخونة fever or cough اللي هي like كحة yes cough او ممكن يكون عندها كمان nada has a rash rash اللي هو زي التهاب جلدي كده اوكي she's very hot لكن لما اقرأ جزء التاني من الجملة هلاقيه بيقول لي she's very hot so هنا وضح لي وقال لي لازم في كلمة واحدة هي اللي صح she's very hot معناها انه هي سخنة جدا يبقى امتا بيكون الانسان سخن جدا لو كان عنده feather or cough or rash طبعا in this case على طول directly هلاقي ان الكوريكت انسر هي طبعا feather feather اللي هي حمى او درجة حرارة مرتفعة so this is the correct answer يبقى ايه اللي ساعتني هنا حبيبي انه انا اريت كارفلي الجملة وفهمت المينيج بتاها وحددتلي which one is the correct answer طيب let's move to number two نروح لجيم تانية number two it am or it is or it are over there over there طبعا احنا عندنا الجملة دي very easy لانه انا i'm super hero وعارف ال structure بتاع verb to be اللي هو am or is or r ده بنسمي ايه بنسمي verb to be اللي هو الفعل يكون طيب نفتكروا مع بعض كده بسرعة yes خلينا نفتكر مع بعض on the data ده اسمه verb to be اوكاي verb to be بقول فيه تلات اشكال دي كأنها family verb to be family كأنها اسرة الاسرة دي لها تلاتة members تلات بتتكون من تلات اشخاص am and is and are كل واحدة منهم ليهم صحاب am دي صحبتها الوحيدة هي i ما عندهاش غير صحبة واحدة فعلى طول بقول i am i am or i am لو هجيب شورت فورم هقول ايه i am اوكاي اباستروفي am اباستروفي am ولازم ابقى عارف ان انا طالما جبت شورت فورم هستخدم له اباستروفي لانه ممكن تجيلي في سؤال البنكتواشن او انا لما بكتبوا سوبر هيرو لازم جملتي تكون صحيحة فلازم بحط اباستروفي am اوكاي بعد كده وبرضو بعرف النقطة اقول i am or i am نكمل بقية الفاميلية عيلة verbeto be عيلة verbeto be العضو التاني في عيلة verbeto be هو is 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 friends كتيرة عن i اوكاي عن am طب مين الفرنس بتوع is الفرنس هما he is she is it is بس كده no لها friends كتيرة جدا اي حاجة هي بتحب اي حاجة singular يعني ايه singular يا مس يعني مفرد يعني اي حاجة ايه مفرد اوكاي يبقى الفرنس بتوع is هي he is she is it is واي حاجة singular يعني اقول the boy is the girl is the man is اوكاي the nurse the doctor اي اسم بقى anas is nada is مهند is احمد is معتز is حمزة is اوكاي كل حد سنجولر كده لوحده is بتحبه اوكاي او بتصحبه تمام بعد كده بقى ممكن كمان قال لي فيه short form ال as اللي هي ايه ممكن اقول has هي وفي الحالة دي شطرين حبايبي السوبر هيرز عارفين ان طالما هات دي short form لازم استخدم الجميرة دي ايه apostrophe استخدم ايه apostrophe يبقى اقول apostrophe s يبقى في الحالة دي هقول has or shiz or its اوكاي its اهي لانه فيه اتس تانية بنفس النطق لكن شكل مختلف عشان كده لازم نبقى عارفينها اوكاي زي مين زي بتحب you are اوكاي they are we are وبتحب اي حد مجموعة كده بتخدهم تصاحبهم اللي هي مين are اي حد plural جمع بيحب يبقى friend مع are so i can say you are they are we are and the plural اللي هو اي حاجة ايه جمع طيب ليها short form اكيد ليها short form مهم من verbi to be family برضو ليها short form ما قادر استخدمها زي ما اقول ايه زي ما اقول you are انا بكتب هنا you كاملة وطالما هستخدم short form يبقى هجيب الجميلة apostrophe وبعد كده احط short form بتاع r هي re تبقى you are يبقى في النطق بخلي بالي تبقى ايه you are they are where يبقى زي ما باختصرها في الكتابة كمان باختصرها في البرونانسياشن بتاعي في النطق هقول you are you were they are there اوكي we are where اوكي they are there where where اوكي يبقى زي ما هعمل في الرايتين short form كمان في البرونانسياشن short form يبقى اجل انا بقى عارف structure على بعض ومش شرط احفز القاعدة لكن ممكن احفز sentence احفز جمل تفكرني على طول بايه بذارب to be وبيجي مع ايه كل كل منبر منه بيجي مع ايه طيب نشوف مثلا اقول i am in primary three i am in primary three يبقى لما اخطار i لوحدي هلقيني بقول m اوكي طيب ممكن اقول كمان he is my brother he is my brother he is my brother she is my sister she is my sister it's my pen it's my pen it's my pen اوكي ممكن اقول كمان على صحابي اقول they are my friends you are my father you are my mother you are my teacher اوكي يبقى انا لما انطأ كل الجمل دي على بعضها مش لازم انا اقول ان يوب تيجي معا are او or بتيجي مع they او or بتيجي no انحفظ جمل على بعضها يبقى i killed two birds with one stone زي المسأل اللي بيقول اتنى عصفرين بحجر واحد يبقى انا عارف sentence على بعضها meaningful و i speak in english وكمان هاعرف grammar ده الوحد ومش شرط ان انا احفظ القعدة اوكي كمان عندي you are my teacher they are my friends اوكي we are friends we're friends we're friends اوكي يبقى انا لما احفظ كده sentence على بعضها هلاقي نفسي على طول لما باجي اعمل choice اختياراتي في الجيم بتاعتنا اللي هي choose from dragons يبقى انا already على طول automatically بقول انا الجملة على طول صحيحة من غير مراجع القعدة ومن غير محفظ القعدة واتعب نفسي اوكي so here let's look بقى على جملتنا it على طول لقيت حد اسمات ويقول يمس على طول it's or it is excellent هو ده اللي انا عايزاه يبقى انا على طول على طول in my mind and in my ears and my mouth على طول بقدر انت الصح so it is over there over there over there بمعنى ايه هناك انها ايه هناك over there it's over there it's over there اوكي يبقى over there دي اللي هي بمعنى هناك وبتدي طبعا بمعنى حاجة ايه بعيدة it's over there موجودة ايه هناك ممكن اقولها على الكات مثلا where is your cat it's over there where is your pen it's over there اوكي so here is the correct answer is gonna be على طول it is وطبعا لو مختصرة بتبقى it's على طول نشوف كده على سكرين الاجابة تاني اوكي it's او it is اوكي let's complete number three she has she have she are chips طبعا برضو دي family تانية دي عيلة تانية احنا تعرفنا على verb to be family كمان دي عيلة تانية لازم نتعرف عليها اللي هي verb to have or verb have اوكي verb to have نتعرف على العيلة دي كده family دي برضو دي عيلة كده صغيرة وما عندهاش غير الشكلين دول في المدارع طبعا has والشكل التاني هو have اوكي لو احنا فاكرين is فيها is ودي برضو فيها is فهي نفس اللي بيجي مع is هو اللي بيجي friends مع has هم صحاب is هم صحاب has بالزبط اوكي طيب مين صحابهم صحابهم he has she has it has وصحابهم من تاني اللي فاكر يس اي حد singular بيجي مع is وبيجي مع has اي حد singular كده مفرد فبيجي مع has اوكي طيب صحاب have برضو have زي are have زي are بتحب بتحب المجموعات بتحب الجامع وفي نفس الوقت برضو بتحب i يعني هي مختلفة عن verbet be انه i بيجي كمان مع have لكن في verbet be هي لها friend وحيد اللي هي i am طبعا معنى verbet be اللي هو بمعنى يكون لما اقول i am انا اكون he is هو يكون and so on هنا بقى لما اقول has بمعنى عندي او امتلك او لدي او عشان كده بنقول اسم برنامجنا ايه we have a school in our house لدينا او في بيتنا مدرسة او have a school in our house او يبقى لما اقول انا عندي حاجة او انا بامتلك حاجة بعبر عنها بايه بذار بتو have وبشوف بقى هو مين فاعل الجملة ده اللي بياخد have or has هو اللي بيحدد اوكي يبقى اتفقنا انه has لها friends هما نفسهم الfriends بتوع is اوكي والfriends بتوع have لقى اللي هما نفسهم بتوع ar وازيادة عليهم كمان i يبقى نشوف مع بعض كده on the screen the friends بتوع have هما بقول i have they have we have and كل groups كل المجموعات هتروح برضو تبقى friend مع have طيب حد يقول يا مستب انت حريك قلت انه انه verb to be لي short form هل هاز كمان لي short form yes لي short form لي اختصار يعني بدل ما اقول he has هو عند بقول has وطالما هستخدم short form هجيب الجميلة our beautiful apostrophe يبقى هقول apostrophe s يبقى في الحالة دي انا اختصرت has وهتبقى نفس النطق بتاع he has لكن طبعا اللي بعدها هيوضح المعنى يبقى هقول has or she or it واللي بعدها هيوضح مثلا غير لما اقول it's a cat ممكن اقول it's a tail مثلا هو لديها او الكات دي لها tail deal يبقى اللي جاي بعدها هيوضح هيوضح اختصار apostrophe s دي اختصار has or is according to the following or the rest of the sentence بقيت اللي الجمنا اوكي طيب have اختصرها ازاي يا miss ممكن اقول i have برضو our purifur apostrophe ve apostrophe ve يبقى انا بختصر have الى a apostrophe ve ممكن اقول i have they have with اوكي يبقى بختصر في writing وبختصر كمان في pronunciation يبقى احنا كده النهارده اخدنا two families عائلتين عائلة barbie to be وعائلت verb to have برضو مع practice ممكن تكون شوية لسه في بعض الابطال اللي our superhero مش فهمينها قوي مع practice ان شاء الله هنتعلم برضو زي ما اتفقنا في verb to be ان انا باخد كده structure او جمل احفظها مع نفسي تبقى سابتة معايا وتسهل علي الاختيارات اوكي زي مثلا ما اقول اي i have one friend i have a big family i have two eyes اوكي ممكن اقول she has مثلا a nice doll she has a nice doll she has a nice doll اوكي يبقى انا لو شلت شي دي مثلا وحطيت the girl هبقى انا عارف انه the girl has a nice doll اوكي ممكن لو شلت شي ولو شلت الاسم وحطيت اسم حد تاني مثلا قلت مثلا يحيا يبقى يحيا has مثلا a new car يحيا has a new car يحيا has a new car ممكن كمان نحط نعرف مثلا جملة زي they have a nice house they have a nice house they have a nice house we have a school in our house اوكي you ممكن نقول مثلا you have a nice jacket you have a nice jacket يبقى انا لما احفظ الستركتر دي الجمل دي على طول حضرة بزهني يبقى انا عمري ما اقول you has no لانه انا عارف ان you have a nice مثلا coat او you have a nice jacket يبقى احفظ لي كده كم جملة على كل حالة يبقى اي سبيك انجليش و i know the grammar و i'm perfect i'm super hero in primary 3 وبقى بطل كده وعارف الاجابة الصحيحة على طول automatically من غير ما تعب نفسي وقول انا احفظ الجملة he or she or it has we or they have no you don't have to بس احفظ كده كم جملة واستخدمهم مع your family or your friends على طول هتبقى perfect في الانجلش لما نكبر شوية هناخد حاجة اسمها الماضي بتاع verb to be والماضي بتاع verb to have لكن خلينا نشوف كده excellent excellent سمعاك وكلكم بتقولوا شي has she has yes excellent لانه طبعا اساسا شي ما بيجيش مع are وش ما بيجيش مع have يبقى she has وكمان الميننج بيقول ان هي معاها chips يعني هي معاها chips أو حاجة يبقى بعبر عنها بايش has chips let's move to the next sentence خلينا نروح لجملة تانية number four let's not let's let's get the broom طبعا ده structure احنا واخدينه او expression واخدينه على بعضه معاها في المنهج بتاعنا وبنعرف حكتين هنا meaning اولا broom اللي هي المكنسة او الآلة اللي احنا بنقنص بيها broom وفي نفس الوقت let's لازم بيجي بعدها فعل في المصدر فعل في المصدر يعني ايه المصدر يعني الفعل في base form اللي هو شكله الاساسي او كي يعني ما ينفعش مسلا اقول let's talk لا بقول let's talk ما ينفعش اقول let's went no let's go let's speak let's play let's pray let's sing let's clap let's okay يبقى في الحالة دي let's على طول يجي بعدها جملة او sorry بيجي بعدها الانفيني في اللي هو الفعل في المصدر وفي نفس الوقت انا واخد structure على بعض وبقول في let's get the broom let's get the broom let's get the broom يبقى انا برضو انا بقول بستخدم العبارة دي على طول وانا بساعد مامي دلوقتي قطعهم ودايما على طول بنقول في الايام دي stay home stay safe خليك في البيت خليك في امان يبقى انا هنا بستغل الفرصة دي ان انا بقى super hero helpful مع مام وبتكلم معها كمان انجلش فبقول لها mom let's get the broom and clean up خلينا نجيب المكنسة والنظف let's get the broom and clean up يبقى على طول لو انا حافز دي وبستخدمها على طول يبقى excellent انا هختار very easily بكل سهول طب خلينا انا مع بعض كده نختار يبقى let's net طبعا net ده اسم انا مش عايزة اسم بعد let's انا عايزة فعل طيب مت يم اسمه فعل برضو yes هو فعلي لكن فعلي in the past في زمن الماضي وده لنا مش عايزة وكمان structure بتاعي بيقول let's get the broom let's get the broom يبقى الطبعا المزبوط هو get the broom let's move to number five number five عندنا بيقول they are jeans they are shirt they are skirt جتلي they are من verb to be family واحنا عارفين انو R بتحب بايه yes بتحب الجمع اوكي يبقى هدور ايه الجمع الموجود في brackets وابقى انا في safe side وعارف ان هو مضبوط ايه الجمع هنا they are jeans or shirt or skirt ناخد هكده من الاخر skirt اللي هي ايه exactly جيبة wear shirt اللي هو الاميس jeans اللي هو البنطلون والجينز واحنا قلنا المرة اللي فاتت انو لما بيكون الشيء اللي انا بلبسه او باستخدمه عبارة عن two عن couple كده عن two parts عن جزئين يبقى انا لازم بعمله في صغيرة الجمع اوكي اقول مثلا الجلاس دي مش في مين وفي شمال ينفع استخدم واحدة no يبقى قول glasses ما اقول glass لان لو قلت glass glasses they are glasses كمان pants اللي هو البنطلون التراوسر الجين الشوز السليبر السيزر المقص مش المقص لي two parts جزئين يبقى جمع برضو they are scissors they are shoes they are jeans they are pants they are shorts they اي حاجة منها جزئين اوكي يبقى بعملها معاملة الجمع يبقى هنا اكيد انا عندي they are هتاخد they are jeans يبقى نشوف كده على سكرين الاجابة يبقى they are jeans يبقى مفيش حاجة هنا مع المفرد دي هتاخد اي مع r لان اتفقنا في عيلة في ذربة ب family r بتحب الاي بتحب الجمع نشوف game تانية مختلفة هي عبارة عن scrambled words بيجي لي كده سور وتحتيها حروف اسم سورة لكن بتبقى عارفين انتو لما نعمل بيت مع مامي اللي هو scrambled eggs scrambled كده لما نخلط البيت كده في بعض ودي اسمها ايه scrambled eggs scrambled يبقى scrambled يعني ايه يعني ملخبط يبقى انا مطلوب مني اعمل on scramble on scramble on يعني ارتبه تاني يبقى الحروف هنا عندي scrambled مثل اغبط انا مطلوب مني عمل on scramble يعني re-arrange يعني put in order يعني ارتب الحروف بحيث تبقى مظبوطة ومطبقة للايه للبكتشر بتاعتي طيب خلينا كده نشوف البكتشر دل الاول ونفكر كده مع بعض الكلمات يعبر عن طيب انا c نفكر كده وفي الاخر هنحل مع بعض البكتشر التانية موجود فيها i-l-n-e وفيها حاجة زريفة جدا جايب لل n capital طيب بعد كده جايب لي كمان كلمة البكتشر التالتة b-o-l-w-e طيب نفكر من الاخر بكتشر الصورة دي جايب لي c-p-a طيب نفكر كده مع بعض واحدة واحدة اولا دي صورة ايه دي صورة policeman اوكي لكن لي اسم تاني اللي هو ايه cop cop اوكي يبقى هنا الترتيب بتاع cop cop c-o-b cop cop طيب الصورة دي زي ما احنا شايفين فيها ووتر وكده وبوتس وفيها green trees كل ده بيبقى look دقي المنظر دقي view دقي الفيو ده اكيد ده نهر الني يبقى nile 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 n-i-l-e nile اوكي طب ده long vowel ولا short vowel yes ده long vowel nile خلينا نشوف بقى اللي هو الكوة الفارت ده جزء ده من الجسم معمول عليه error سهم جزء ده من الجسم اسمه ايه اسمه elbow 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 اوكي طيب نشوف بقى ال spelling بتاع elbow e-l-b-o-w elbow اوكي يبقى ده برضو long vowel طيب نشوف مع بعض طبعا هنفرق بين طبعا hand this is hand و this is elbow اوكي this is نخلي بلنا بس من parts of the body كل جزء كل piece او كل part لي اسم يبقى this one is elbow this one is arm and here is hand hand arm هي ار ام والار سيلان طبعا hand arm elbow hand arm elbow hand arm elbow اوكي نعرف بس ايه الفرق لانهما هو لو جاب لي ممكن يجب لي نفس الشكل ده ويحط لي arrow على اي مكان يبقى لو ال arrow هنا يبقى ايه hand لو ال arrow here تبقى arm لو ال arrow هنا تبقى yes elbow اوكي يبقى لازم نفرق بين parts of the body وزيها في القدم بيبقى عندي في foot foot وعندي طبعا leg عندي foot leg foot leg foot اللي هي القدم نفسها ولag اللي هي الايه استاقل جزء الايه الاعلى من الايه من الفوت اوكي so here نكمل بقى مع بعض the last picture اخر picture اللي هي طبعا cap 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 اللي هو الايه الكاب اللي بيتلبس على on our head يبقى cap تاني نرجع الكلمات cup c-o-b nile n-i-l-e elbow elbow نخلي بالنا عشان في w ده ممكن ما يجيش معايا فانا اكتبها كذا مرة وبص فيها تاني وهكذا الحد ما اكتبها ايه مظبوطة e-l-b-o w cap c-a-p c-a-p وطبعا ده short vowel طيب عندنا جيم تانية بتقول look write a sentence under each picture الله ده احنا كبرنا وبنكتب sentence كاملة على بعضها يس يبقى انا بس مش مجرد ان انا برتب كلمات او انا بختار لا ده انا السوبر هيرو وبكتب جملة كاملة على بعضها عشان كده بقول لما ناخد اي conversation نازم نحفظها كويس جدا ونقولها مع بعض ليه لان انا لما احفظ ال conversation دي انا بحفظ structure هبقى بختار صح وانا مرتاح جدا ومش محتاج ان انا احفظ القواعد كامل لو انا حفظت ال conversation اللي عندي الموقف اللي عندي او المحادسة برضو في الحالة دي هقدر listening لما اسمع كويس and speaking واكلم واستخدم اللي عندي دي على طول هلاقي بالنسبة ل writing و reading very very easy والموضوع سهل طب نشوف مع بعض كده اول picture انا عندي picture كده فيها table وفي ball طيب ممكن اوضح بقى مكان ball ايه بالنسبة لل table احنا مس ايمان فوزي جميلة قالت لنا في unit 8 انه لما يكون ball كده قريبة من table ولا هي مسلا under it ولا هي تحتها ولا on it ولا هي فوقيها تبقى اكيد next to تبقى next to اوكي بس طبعا لما بانطقة بقول next to كأنها c واحدة بس اوكي بس خلي بالنا من النوت لان انا لو نطقت صح وانا انا عندي next two اوكي لكن لما بنطقة بقول next two كأنها ايه only one tea next two so next two بمعنى بجوار next two بمعنى ايه بجوار او جم اوكي لان احنا اخذنا مع مس ايمان الجميلة مس ايمان فوزي وقالت لنا انه في بقى in لما بيكون جوه الشيء مثلا هنا اقول مثلا the ball is in the box in the box اوكي وخذنا on كمان قالت لنا مس ايمان انه لو هي عليها فوق كده اوكي تبقى on اوكي لكن لو هي بقى انا عندي مثلا under كمان هي ادي مثلا البوكس اهو او التابل وهنا البول يبقى it's under the box so here in the on the box under the box كمان عندي بقى next to لو ادي التابل اهي فحلها خالص والبول اهي شوية ولا هي on ولا in ولا under يبقى اكيد هي next to next to بالقرب من اوكي يبقى it's very easy خالص بالنسبال وبين in on under next to next to خلينا برضو من الجيمز الكتير اللي هنلعبها او من الاكسرسايز كتير اللي هنشوفها فهتبقى very easy ان شاء الله بنسبالكو والبكتر بتكون جايا لكم very clear واضحة خلص حتى كمان مش عشان الاجزام لي عشان يا ابطال الامتحان ولا حاجة زي ما قلنا this is a language is to speak it is to communicate with it عشان انا اتواصل باللغة لازم to speak it to listen to it اوكي يبقى مش بس عشان امتحن خلاص انت دلوقتي بتذاكر انجلش معناها انت you must speak in english بنستخدم الانجلش to understand each other or other people or to use it in the internet or use it in our jobs بعد كده ما تكبروا my super heroes and future leaders انت قدت المستقبل وهتحتاجوا الانجلش ان شاء الله في communication so please اي conversation عندي اقولها كذا مرة واسمعها كذا مرة واستخدمها كذا مرة خلاص it's clear بالنسبة فنشوف هنا مع بعض طالما احنا قلنا here at the table وادي table وادي البول قريبة منها يبقى it's next to next to big war او جنبها يعني the ball is next to the table the ball is next to the table طبعا الاسبالينج مهم جدا عشان كده بقول ان انا ما استنياش اليوم الامتحان واكتب لا بعد ما سمعت كويس وبعد ما نطاقت كويس لازم اكتب الجملة واشوف كده my mom my teacher my mister my mess my brother my sister anybody to check it for me او انا super hero واقدر اعتمد على نفسي ابوستاني في الكتاب بتاعي كده مظبوط ولا لا واذا في حاجة مش مظبوطة اكتبها تاني لحد ما بقى i'm so sure انو my writing is very perfect so the ball is next to the table طب ليه هنا انا قلت as excellent لاني التيبل دي مفردة واحدة بس اوكي عشان كده قلت is لكن لو كانوا tables او balls sorry the ball هنا انا بكلم عن the ball اوكي لو البال هنا لو في كذا ball كذا كرة كنت قلت the balls are next to the table اوكي يبقى the ball هنا لان هي ball واحدة بس مفردة عشان كده قلت is وعشان انا متعلم انو singular comes with is next to the table وطبعا مفروض في full stop كده في اخر الجمه طب نشوف sentence number two here we see a road احنا شايفين طريق وشايفين كمان bike or bicycle لكن طبعا هي عندنا في منهجنا bike طيب هل انا اكتب bike كده لوحدها لا ممكن اقول كزا حاجة ممكن اقول i can see a bike excellent دي جملة كاملة ممكن اقول this is a bike excellent جملة كاملة ممكن اقول it is a bike it's a bike اوكي يبقى الفكرة ان انا بوصف البكتشر but incomplete sentence يعني complete sentence يعني فعل فاعل وبكمل بقية الجملة very easy وvery meaningful sentence وبكتبها طبعا excellent مظبوط طيب نشوف نكتبها ازاي sentence دي انا هنا جاهزت لكم جملة وقلت under the bike هكتب it's a bike جملة مظبوطة 100% complete sentence جملة كاملة ادي it فاعل is فاعل و bike اللي هي بقية الجملة it's a bike طب حد يقول لي ليه انا قلت it's لان هي it بتيجي مع ايه is way bike هي bike واحدة بس فهي مفرد it's a bike طب لو كانوا more than one bike احنا طبعا عندنا in English we have اي حاجة واحدة بس مفردة تبقى مفرد ولوحكتين ما عنديش like مثنة كده في العربي ما عنديش كرة وكرتان وثلاثة كور ونو انا عندي لو حاجة واحدة من الشيء بتبقى ايه بتبقى singular حكتين بقوا جمع خلاص اوكي بقوا زحمة بالنسبة بقوا جمع يبقى اي حاجة more than one في الحالة دي انا بقول عليها ايه جمع يبقى لو انا عندي bike واحدة بس بقول this is a bike أو it's a bike طب لو عندي اتنين two فهقول في الحالة دي they are two bikes they are bikes they are two bikes these are two bikes these are bikes على طول طول ما قتلي s الجمع على طول بتيجي r اللي هي بتحب الجمع يس يبقى هنا انا قلت it's a bike because this is only a single bike it's a bike طب خلينا نروح لجيم تانية ظريفة جدا وكلكم بتحبوها اللي هي punctuate the following sentence punctuation اللي هو ازاي بقى انا بكتب الجملة كده وبزبطها تكون شكلها مظبوطة punctuation مهم جدا علشان السؤال ده وقبل السؤال ده علشان your writing لما بكتب يبقى انا i'm sure in my writing very clear وvery طبعا correct punctuation لانه الميننج هيختلف يعني انا مثلا لو انا جملتي اصلا question وانا هتطلع فلستوب الميننج مش هيوصل لللي بيقرأ جملتي لو العكس لو هي جملة statement عادية خبرية وانا حطيت question mark يبقى كده المعنى ما وصلش يبقى writing مهم جدا زي speaking بس زي ما بقول لو انا i speak well i will write well ان شاء الله هكتب قرص طيب اهم حاجة في punctuation number one capital and small انا بقى اول حرف في كل جملة لازم يكون capital لازم يكون capital بعد كده اي تاني امشي في الجملة لازم يكون capital people's name اسماء الناس انس لو شفتها تبقى capital امير لو شفتها تبقى capital منير capital خالد محمد ماهر اي اسم انسان لازم يكون اول اي capital كمان اي لازم يكون capital في الجملة famous places الاماكن المشهورة زي ما قبلتنا كلمة nile nile ده اسم شيء مشهور nile ده يبقى الهو river nile لازم يكون اول حرف capital ممكن اقول the ring road الطريق الدائري يبقى انا في الحالة دي لازم اكتب ها اي capital لو اسم ring road اهو ring road في الحالة دي لازم اول يكون اي capital لانه ده famous place اسم مكان اي مشهور يبقى اول حرف من الجملة capital اسماء famous places الاماكن المشهورة capital people's name capital في حد مهم جدا هو كده معتذب نفسه وبيبقى في اي مكان capital اللي هو i i اوكي i دي اول ما شوفها في اي مكان في الجملة لازم اقول لها capital يا فاندم او لازم اعملها capital اوكي the pronoun i اوكي دي في اي مكان في الجملة لما شوفها it must be capital اللي هو بمعنى اي انا لكن لو جاية في اي كلمة عادي خلاص بسيبقى اسمو اوكي يبقى the pronoun i it must be capital i النهاردة بنعرف ان capital the first letter of the sentence people's name famous places and the words of the pronoun i they are must be capital انا مشيت كده على جملتي وعرفت اي اللي هيبقى capital فيها كمان number two اخلي بالي من ال apostrophe لو انا عندي short form لازم احطله our beautiful apostrophe لازم احطله ال apostrophe الجميلة بتاعتنا قبلو اللي هي مثلا لو s انا مختصرة مثلا its يبقى احطلها apostrophe لو مختصرة مثلا his خلينا نشوف كده على screen لو مختصرة مثلا his لازم على طول قبل ال s احطلها apostrophe its يبقى برضو لازم احط الها apostrophe يبقى خلي بالي من الاختصار they have وانا مختصرها they يبقى برضو في الحالة دي لازم احط apostrophe اخر حاجة في sentence لازم اشوف انا جمليتي دي هي question or statement لو question هحط لها our flustop لكن لو question بحط لها question mark question mark بس كده هو اما فلسطوب اما question mark لا انا عندي بقى السنة دي في كمان جمل بتخليني احط exclamation mark exclamation mark فاكرين مع miss ايمان في unit 8 لما قلنا انه في جملة انا بستغرب انا دخلت والقيت الدنيا كده ممس ومش وانت عادي وملخبطة فالطول بقول what a mess what a mess اوكي يبقى what a mess او اي exclamation اي تعجب او 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 sorry اي exclamation اي تعجب او اي تعبير كده فيه تظهر او حاجة عرضية في الحالة دي هو ولا بيبقى عايز فلو ستوب ولا بيبقى عايز question mark عايز حاجة اسمها exclamation mark علامة الاي التعجب يبقى لما ناقي جملتي اللي هي what a mess what a mess في الحالة دي انا عايز question mark اوكي لما اقول او 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 احيانا بيكون عندي او which اللي هي برضو دليل على الاستغراب او كده او تعجب في الحالة دي انا بستخدم طبعا exclamation mark يبقى انا عندي بعمل ending للجملة بتلات حاجات يائما احط فل stop يائما احط question mark يائما احط exclamation mark علامة تعجب يبقى بخلي بالي هي الجملة دي عبارة عن question يبقى question mark statement عادية يبقى stop طيب هي exclamation expression او كده يبقى exclamation mark خلينا نشوف جمالنا كده النهاردة وهنعمل لها punctuation ازاي اول sentence عندي he doesn't have water he doesn't have water طيب اول حاجة قبلتني هي في الجملة اهي اول الجملة ايه لازم تكون capital letter يبقى دي اول something wrong اول حاجة خطأ لازم اصلاحها تبقى هي capital بعد كده doesn't لو انا ملقتش الاباستروفي دي كان لازم اجيب الاباستروفي طالما اختصرت does not ل doesn't يبقى دي short form لازم استخدم لها ايه لكن في جملتنا مكتوبة already have فيها حاجة no مفيش اي حاجة water نفس الحكاية برضو مفيش اي حاجة اخر حاجة بقى دي جملة he doesn't have water the question no يبقى مش احط question mark the exclamation تعجب no امال دي ايه يامس دي statement عادية he doesn't have water انا بقول لك حاجة معلومة بس كده وخلاص لا هي question ولا هي exclamation يبقى في الحالة دي i must end my sentence with a full stop نشوف ها بعد نكتب ها ازاي مع بعض yes he capital capital letter why because this is the first letter of the sentence he doesn't تمام apostrophe t بعد كده have water and full stop يبقى انا هنا عندي two missing punctuation حاكتين كانوا مفتقدهم انا في punctuation المزبوط هي اول الجملة capital واخر الجملة full stop very easy طالما انا تعودت ان انا اكتب صح من الاول بقى السؤال ده بالنسبالي كده ده يعني this is a cado وكده هدية جاية لي اوك انا 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 متعود وابا اكتب صح انا انا عارف ان انا لازم ابدأ جملتي capital واردي عارف انه by the end of the sentence i must put a full stop تبقى ده بالنسبال ايه اخر بقى game عندنا بتقبل نال هي copy the sentences ب yes بنعمل اي copy يعني عيد كتابة او انسخ الجملة بنعيد كتابة الجملة بنعيد كتابة الجملة زي ما بعمل punctuation اوك اللي هي لازم يكون اولها capital letter ولازم بحط في اخر الجملة اذا كانت هي مكتبالي في الاسطب وبحط question mark اذا كانت مكتبالي question mark نقراها كده مع بعض they are got friends they are got friends يعني هما اصدقاء صالحين او اصدقاء كويسين او اصدقاء خير يعني او طب ليه هنا قلت they are ليه لانه they جمع وare بتحب الجمع they are got friends يبقى على طول هكتب نفس الجملة copy the following sentence just copy مش هعمل فيها اي حاجة لكن هحسن خطي طبعا وانا ايه بكتب وجملة تانية عندنا برضو جايبها لما باجي اعمل copying لازم اكتب ها بالضبط برضو زي ما هي انه اولها capital وفي عندي apostrophe بكتب apostrophe واخرها philosoph في حاجة مهمة جدا في بعض حبيبي بيقع فيها انه هو بيكتب الكلمات كده ملزق في بعضها هو خطه جميل جدا وكاتب ها مظبوط وكل تمام لكن ملزق الكلمات في بعضها فده طبعا بيعمل missing marks ده بيخليني انقص في درجات ويخليني بعد شوية لما الناس تبدأ تقرأ كلامي او اللي انا بكتبه بتخليهم مش بيفهموا حاجة وبيعملولي عليه wrong رغم ان انا كاتب مظبوط فاعمل ايه لازم اسيب space بين كل كلمة والتانية حوالي كده مقدر حرفين بالكتير خالص بين كل كلمة والتانية حتى في الكمبيوتر انت لما بتكتب بنسيب a space يبقى كل اللي انا بعملو ان انا جست بعمل copying وبسيب فراغ من كل كلمة والتانية بالطريقة دي يبقى انا عملت copying وام perfect this is all our times allowed for today ده كل اللي سمح بي وقتنا النهاردة I hope you find it helpful and enjoyable till we meet here is miss Iman dyes greeting you more superheroes thank